هادي وإنسان يعني فكر في جانب إنساني الناس مش واخدة بلا من زوجات اللعبين يعني هو اللعيب هو الرجل اللي كان وعد أسرته في السحة في العيد ده مش برضو عنده جزء من التفكير ان هو متدقى نسايبهم كورو شاب يكلمهم يعني لازم نعي ان الأمور مش طبيعية لما يلعب فريق هو الوحيد اللي لعب في العيد مات شين يبقى ندرك ان الأمور مش طبيعي يعني فبالراحة على فريقة الأقل خصوصا من جماهيره خصوصا من ولادنا المثقفين اللي شايفين وبيفهمه وانا عارف انهم بيفهمه وبيكتبوا وجهة نظر فنية عالية جدا لكن مش معنى ان اي واحد يخلفه في وجهة النظر انه ما بيفهمش وغبيه وانه راجل فاشل وانه لأ دي وجهة نظرك لو انت مسكت الفرعة هتعمل كده او غالبا مش هتعمل اللي انت بتقوله لانك هتعيش جروف تانية هتلاقي نفسك بتاخد خرارات تانية كارترون وهو بيسألوه على صلاح محسن يعني حتى رغم انه قالك ده سؤال حلو تعرف الجوسيك انخبط عطل بيزا بيديقوا كده الاسئلة دي الله الله ما سيكون لعب الراجل ماتش اللي فات من اول وبيسجل لكن ده ده كان الاحساس انه الراجل بيستوعب اي رأي لا واضح انه هادي جدا وردود افحله وبيسمع وبيستوعب وشخصيته قوي مش معنى انه هادي بقى انه نطمع فيه لا شخصيته قوي تايف